رمضان تخيلوا يا إخوة البشري الناس على قسمين قسم قد أدرك رمضان ونحن من هذا القسم ونسأل الله أن يتقبل منا وأن يعيننا وقسم آخر محبوس تحت التراب قد غادر من هذه الدنيا أنا أتكلم عن المسلمين قسم لا زال على قيل الحياة وقسم قد أصبح مرهوناً بعمله محبوساً في قبره لا يستطيع أن يعود إلى الدنيا ولو أذن له أن يعود إلى الدنيا يوماً كما قال الحسن البصري لتمنى يوماً من أيام رمضان إذن يا إخوة نحن قد أبقان الله سبحانه وتعالى الأصل أن نستغل رمضان لكن القسم هذا الذي نحن منهم الذين لا زالوا على قيل الحياة هم ينقسمون إلى قسمين القسم الأول قسم مشمر والقسم الآخر قسم غير مشمر غير مكتهد يعني بمعنى ثاني قسم سيكون فائز وقسم سيكون خاسر فيا ليت شعري من هو الفائز في رمضان فنهنيه ويا ليت شعري من هو المردود والمطرود فنعزيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر